وينضم إلينا من بنغازي مراسل الغد عبدالعزيز الفاخري إذن عبدالعزيز ما هي ردود الفعل على تصريحات عقيلة صالح بشأن الحكومة الجديدة؟ صباح الخير شرق نعم بعد الزيارة التي أجرها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى المملكة المغربية ولقائه بوزير الخارجية المغربية سيد ناصر بوريد أجر الحديث بشكل مباشر على مسألة منح الثقة لحكومة السيد عبدالحميد البيبة خاصة فيما يتعلق بمسألة إعادة التئام مجلس النواب للمصادقة لعقد جلسة بداية نواب ثم إعضاء الثقة للحكومة صدر بيان أو دعوة من قبل رئاسة مجلس النواب مساء يوم أمس شروق تدعو كامل أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة مكتملة النصاب يوم الثامن من شهر مارس القادم لذلك ودعوة عامة لكل أعضاء مجلس النواب حتى يعقل جلسة في مدينة سيرت بعد ذلك خرج بيان من قبل رئيس لجنة عسكرية خمسة تابع لحكومة الوفاق اللواء أحمد أبو شحمة وقد ذكر على أن مدينة سيرت حتى هذه اللحظة ليست جاهزة لإستقبال جلسات مجلس نتحدث الآن بشكل مباشر ربما سوف نتحدث الآن بشكل مباشر على أن هناك ربما لا تزال إشكلية المكان شروق لعقد هذه الجلسة ويجب أن نذكر هنا أن مسألة عقد جلسة لمجلس النواب هذا الأمر قد جاء فيه كثير من الحديث على مسألة لابد أن يكون رئيس مجلس النواب وكذلك أن نعني هيئة الرئاسة متكاملة حاضرة لجلسة من حثقة نتحدث أيضا عن أن عدد من أعضاء مجلس النواب الآن لسيما شروق المتواجدين في الغرب الليبي تحديدا في العاصمة طرابلسهم الآن يسعون لعقد جلسة في مدينة دامس غرب ليبيا الآن يمكن الحديث عن أن المستشار عقيل صالح بعد دعوته الأخيرة ربما ذلك بعد الضغوطات أو توصيات التي قد تحصل عليها عن طريق وزير الخارجي المغربي وهذه الوساطة المغربية التي كانت شروق في وقت سابق قد أمنت الفضاء المناسب لكامل أعضاء مجلس النواب وذلك لعادة التئام مجلس النواب لكي يمنح الثقة وكذلك القيام باقي الاستحقاقات المتعلقة بمسألة رصد الميزانية ومتابعة عمل الحكومة يمكن القول بأن الانقسام والتباين في وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب لا يزال مستمر حتى هذه اللحظة وربما ذلك سوف يدفع سيد عبد الحميد البيبة حتى يذهب في الخيار الثاني الذي أشار إليه في وقت سابق ربما عرض حكومته على لجنة ملتقى الحبار السياسي نعم عبد العزيز فيما يتعلق بتضامن المؤسسات الصحفية والإعلامية الليبية ما هي ردود الفعل من اختفاء زياد الورفة لمراسل الغد حتى اللحظة نعم شروق بكل تأكيد نحن بخلال الرصد والمتابعة لاحظنا هناك نوع من الاستنكار الكبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك تضامن كبير جدا لدى الصحفيين الليبيين وكذلك الإعلاميين حول حادثات الآن اختفاء وفقدان الاتصال بالزميل الصحفي والمرسل زياد الورفلي مراسلنا في العاصمة طرابلس ولكن الاتصالات التي تحصلنا عليها وكذلك التطمينات التي تحصلنا عليها حتى ساعات متأخرة من مساء يوم أمس شروق قد تمكننا الحصول على معلومات لأن الزميل زياد هو بصحة جيدة وموجود لدى جهاز أمني بالعاصمة طرابلس كما ذكر لنا الناطق الرسمي بسم رئيس الحكومة سيد محمد حمودة بشكل مباشر عندما ذكر لنا ربما فقط هي إجراءات ثم بعد ذلك سوف يعود ننتظر ونترقب العودة إن شاء الله تعالى ربما بعد ساعات ربما ظهر هذا اليوم وعصر هذا اليوم على أقصى حد كما ذكر لنا السيد محمد حمودة الناطق بسم رئيس الحكومة سوف يعود بإذن الله تعالى إلى بيته نعم عبدالعزيزة الفاخري مراسل الغاد من بنغازي شكرا لك